الف مبروك يا امير. الف مليون مبروك يا كابتن ايمن تحياتي ليك ولكل اللي في الستوديو طبعا ندوم الكبر وفرحة كبيرة اوه هنا طلعا بعد فوض النادي الاهلي. عيشنا الاجواء معاك يا امير عيشنا شوية. طبعا طبعا يا كابتن ايمن وقفت في الرائعة اه يعني اتبعت كلها في حالة ساعاتها كبيرة جدا جدا بعد فوض النادي الاهلي النهاردة كنا عادين على عصابنا شوية في الشوطي تاني لكن في كل الحوال احنا كنا بنلاعب فريق اه كبير اذن ان احنا نتغلب عليه لكن اه طبعا دور جمهور النادي الاهلي النهاردة في الملعب واللعبة كانت متفقدة جمهور النادي الاهلي كان عامل ايجابي واضح جدا جدا على مقدار احداث اللي في القرآن كلها فبالتالي الف مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي تأهل لنص نهائي كأس العالم انت كده خلاص منت ما دليا اقال تصير المركز الرابع وده اجاز كبير جدا بإذن الله بإذن الله في ثموح في احلام وباي حلم تقدر تحققه بإذن الله تعالى اه لكن كله في وقته كله بالمجهود والعرق والسعب وعندنا رجال عبطال ان شاء الله بإذن الله يشرف كمان في مبروات البايرد وخلينا اقول لك يعني احنا في الوقت اللي بقى نتكلم على مبروات البايرد يا كابتن ايضا لان احنا كان يعني حلم بالنصف لكل اه جماهير النادي الاهلي وفي النسبة كمان لأفراد البيعسة هنا ان احنا نعدي العقبة دي عمتن نقابل بايرد صحيح من نهاية كاس العالم يمتل اهلي الاهلي على مدار المشاركات اللي فاتت كلها ما قابلش فريق من اوروبا في الخمس مشاركات اللي قابل كده المشاركة رقم ستة اخيرا وطاحت الفرصة للنادي الاهلي واللعابين انهم ما يلعبوا فريق من اوروبا ومش اي فريق المرادي فريق البايرد فأكيد الحديث كله حيكون عن هذه المباراة اللاعبة بإذن الله يقدروا يعملوا حاجة لكن احنا عايزين نعيش الفرحة المهاردة فرحة الفوزة تاهم لدور نصف النهاية كابتن ايمن والف مليون مبروخ لكل الاهلوية في كل مكان زي ما انت بتنقل للاجواء عندك هنا عندنا مصر كلها فرحانة كل الاهلوية فرحانين في كل فروع النادي الاهلي فرحة كبيرة جدا 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 جدا. جمهور جمهور بعد المشاة عامل ايه عندك? لا لا جمهور هنا جمهور جمهور في التعادة في الحقيقة دورهم كان واضح جدا طول المصر الناس بعد المباراة حيث اللاعبين بشكل كبير يسوي او نادت على اللاعبة فلها واللعبين في الحقيقة راحوا وحيوا الجماهير وحتى اه بعد اللاعبين يعني اه الشتاب بحايتهم اهدوها للجماهير اللي طلبوها في المدرجات جمهور النادي الاهلي هنا كان وحشوا اوي اوي يشوف الاهلي من الملعب وكان وحشوا اوي اوي ان هو يعيش الانتصارات مع اه اللاعب النادي الاهلي من داخل ارضية البلعب دايما كان لعبة الاهلي كمان كانوا مستخدين تواجد الجماهير جمهور النهاردة في الحقيقة كان حاجة اكثر من رائعة وكان دور مؤثر جدا جدا بإذن الله كمان الجمهور حيكون متواجد في المباراة الجمهور الاهلي هكيد حيكون اكثر من جماهير الجماهير لان هنا في الحقيقة الاهلوية يعني اش كادر اقولك عدد كبير اوي يا كابتن ايمن اللي حضروا النهاردة في قدهم بتاع عشر مرات بدون مبالغة كانت تهم يحضروا وده من خلال تواطلهم معانا ومع افراد البعث على مدار الايام اللي فاسد كلها طبعا تفقل للاجراءات التبية والفقاعة اللي احنا لسه متواجدين فيها لحد دلوقتي اه ما كانوش عارفين يزوروا البعث ولا اللاعبين اه لكن هما يعني طلعوا الطاقة بتاعتهم كلها في ارضية الملعب من خلال المدرجات ومن خلال مسامدة لعبة النادي الاهلي هما كلهم لسه يعني بعض موجود في المدرجات حتى الان وبعد لسه بيعيش اواء الفرحة ويعني ان شاء الله بإذن الله الكل في انتظار المباراة المباراة امام بايرن بإذن الله تعالى امير الشوت التاني طبعا الجمهور كان ليه دور مؤثر جدا وعامل اساسي في فوز النادي الاهلي النهاردة ولكن الشوت التاني حتى برغم ان احنا ضغطنا شوية حسيت في وقت من الاوقات ان الجمهور فقد الثقة ولا عنده ثقة كبيرة جدا في ان النادي الاهلي هيعدي الدحيل لا خلينا Tanakh est prakta naimen ان الجمهور كان عنده ثقة كبيرة جدا في لعبة النادي الاهلي آآ بعد الاداء الرائع تحديدا في الشوت الاول آآ كان هنا احساس من احنا كان ممكن كمان نضيف الهدف التاني لكم اكانش توفق مركز الاسء راح بهم النادي الاهلي على آآ مرمى سريء الضحيل لكن الاسم الاساسيها اللي احنا دايما متعودين عليها مع جماهير النادي الاهلي بشكل عام. في اي مكان انه هما دايما عندهم ثقة سبيرة جدا في اسم الاهلي. واي لعب بيبقى بيلبس في النادي الاهلي دايما بيبقى محل ثقة. فالثقة يعني ما تهزددش لحظة بالنسبة للجمعير. طبعا في بعض القلق وبعض العصبية وكمان ده ده عمر طبيعي دي فرة في قدم وكان وارد انت يدخل فيك هدف وهي دي فرة. لكن في كل الاحوال كنا وافقين الثقة الكاملة في الفوز. كنا اقول لك يا كاب نايمان كمان. ان اللي ساعد على فوز النادي الاهلي النهاردة ودي نقطة غاية في الاهمية ان الاهلي كبعثة بالكامل. وكا جهاز فني ولعبين. محدش كان بيتكلم في ممارات الباير. ودي نقطة كانت مهمة قوي. لان احنا حصلت كزا مرة قبل كده. كان بيبقى عندنا فرصة ان احنا اللعب الفريق الاوروبي اللي تأهل المسر او اللي موجود في النصر ناية. يبقى تركيز في ان احنا خلاص هنكسب وحنروح ونكسب ولعب الفريق ده وما منلعبش في الاخر. المرة دي الدرس تم اتعابه بشكل جايز جدا. كان الحديث كله كله عن مباراة البحيل. ازاي ان احنا نعدي العقبة دي. ازاي ان احنا نكسب اه اللي حيل هو من سما يتم التفكير بشكل كامل في مباراة البايرن. وقالا ده اللي نجحنا فيه وده اللي اللي حصل واللي نجح حقيقة الجهاز الفاني واللعبين وبالتحديد كمان اه كل الموجودين هنا في البحثة والكابت المحمود الخطيب كمان كان ليه دور كبير جدا بصراحة اه مع البحثة بكامل ومع اللاعبين والجهاز الفاني في تهيئة الاجواء المناسبة علشان النادي الاهلي يقدر يتقطع هذه العقبة ويقابل فريق البايرن في المباراة حتكون مباراة آآ للتاريخ بالنسبة للنادي الاهلي وجماهيره وآآ بإذن الله هناخدها خطوة خطوة وبإذن الله النادي الاهلي يقدر آآ يعني يشرف الكرة المصرية في مباراة البايرن آآ ان شاء الله بإذن الله تعالى بإذن الله كلمني عن فرحة اللاعبين والجهاز الفاني بمجرد انتهاء المباراة آآ فرحة طبعا لا توصف في الجهاز الفاني واللعبين آآ كانوا آآ في غاية في التعادة بعد الفوز وبعد اطلاق حكم آآ سفارة النهاية آآ كان يعني حلم بالنسبة للجماهير الاهلي هو بالنسبة اللاعبين والجهاز الفاني ان هما آآ يتأهلوا دور نصف النهاية وكنا في انتظار الصافرة ست دقيقة كانوا كتير اوه بصراحة كانوا صعبين علينا آآ شوية آآ كأسراد آآ البعثة اللي كنا مسابعين المباراة الجهاز الفاني واللعبين طبعا كانوا آآ على آآ خط الملعب كانوا اتظار وتركب من آآ صافرة حكم المباراة مع مع وضع آآ 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 كبيرة في النعابين على انهم كانوا يديكوا الهدف التاني لكن الاهام مثل هذي المباريات يا كابتن ايمن طبعا وانت عارف ان احنا نكسب ونتاهل دي مباريات كاس يعني اللي بيخصر اللي بيخصر بيخصر فانت عايز تكسب حتى لو بنصف الحمدلله الاهل ربنا كرمه الحمد لله وان شاء الله بإذن الله هنبتدي بقى مفقر واحدة واحدة كده او الفريق طبعا يفكروا بداية من الغد في مباراة البايرن هنبقى فيه تدريبات محاضرات مكثرة حديث مع اللاعبين هيتمد دراسة فريق البايرن اللي مش محتاجة دراسة طبعا بالفناسبة لكن دراسة التنسيكية القطة بالمدير الفني ده امر تاني المدير الفني هو ابرى بكل الكمور ازاي هيتعامل استراتيجيته هتختلف في المباراة البايرن ولا لا اعطاكي بنسبة كبيرة ده هيحصل انت بتقابل افضل طريق في العالم عنده احسن عيب في العالم عنده عدد كبير جدا من اللاعبين المتواردين على ارضية الملعب كمتش على جوريت فرقة تقيلة فرقة تقيلة اه طبعا طبعا اطال اوروبا فبالتالي هم بيلعبوا في اعلى مستوى في العالم فانت ازاي هتقابل المستوى ده هتتعامل معاه ازاي استراتيجيته في المطش ده هتكون ايه بيدرس في الحقيقة او هيشوف اكيد هعمل ايه لان الراجل قبل مباراة الدحيل احنا ما كناش بنشوفه في الفندوق يا كابتن ايمن في الحقيقة صالص كان قاعد دايما بيذاكر في الغرفة الخاصة بيا بنشوفه يعني على معاد الوجبات وفي المحاضرات لما بيركي معاد المحاضرات بالنسبة للعابين فرب ان شاء الله ربنا يوثقهم احنا عايدين بس نشرف القرى المطرية النادي الاهلي يشرف القرى المطرية من كلال مبارا البايرن هو خلاص حقق الهدف من ضمن الاهداف المهمة وانا كاليني اقول لك برضو يا كابتن ايمان انبارح في التدريب التدريب الاسيب بالنسبة لنادي الاهلي كان فيه كلمة واضحة جدا من ماذا في الملعب وبعد ما قروا الانطلاق التدريب اللي هوم يا جماعة احنا جيين هنا عشان نلعب لان انت لو كنت كنت اكتبت انت دلوقتي كتبت فلسه انت جاي عشان تلعب الثلاث ماتشوات ده كان هدف عند مستر بيسو ماتشوات احنا جيين لعبنا الماتش الاهلي لعب الماتش كسب كده ما قلتنا ماتشين بإذن الله في البطولة نلعب على مدينة دالت ليه ما نروحش لعب من كده ما تيش اي مشكلة خالص احنا النادي الاهلي احنا وصل الافريك نقدر نعمل اي حاجة رغم صعوبة المنافسة طبعا ورغم صعوبة فريق الباير لكن كل الامور في الحقيقة ان شاء الله تمشي في الشكل المميز والشكل الجيد شكرا جزيلا يا امير واكيد هنتبع معاك عشان توفينا بكل ما هو جديد